اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا الجواز مش تجربة الجواز حياة يعني الناس اللي لدخليني الجواز ده ما فرحنيش ده ما فرحتنيش يبقى احنا ما ننفعش البعض يبقى اتطلق ده هزار ده ما ننوش دعب الجواز خالص ده ولذلك ده هي مش عايزة تخليني مش عايزة تخليني بطالها ده بطالها أبوها نفركش الجوازة حسب يا الله ونعمل وكيل مش عقل ده هو مش حاطتني في مكال الأولوية بتاعته مش حاطتني أميرة ده بيحصل مع الندوج يا أولاد الحاجات دي بتحصل مع الندوج لما ننضج كل واحد يعرف قيمة التاني فكل واحد فينا يقرب من التاني احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا عن تحديات سنة أولى جواز الكلام عن القيادة والكيام عن المعيار وقلنا كل واحد فينا مفيش منع يتبادل القيادة مع حد تاني ده ملوش دعا بالقوامة اللي هو الرعاية والمسؤولية لكن احنا دلوقتي تعالوا مين يعمل ايه اللي يعمل اللي يقود هنا الطموح اللي عنده رؤية متسعة اللي قادر يتغاضى وهنا ايه المعيار اللي عنه وزل بيه أي حاجة بنختلف فيها الرحمة والخير والجمال كده احنا ان شاء الله يكون في أمان ربنا وفي ضمانه لأنه هو ده وتلي يخلي البيت مليان مواده ورحمة ويكون في حسن ربنا من كل شيء بيهدده يا رب حصن بيوتنا واجعلنا دايما في أمانك واجعلنا في ضمانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما في ودك وفي لطفك وفي كرمك يا رب العالمين